إذا جفف الإنسان بعض أعضاء الوضوء قبل انتهاء من كامل الأعضاء هذه المسألة وهي الموالات الموالات في الوضوء من أركان الوضوء من أركان الوضوء من أركان الغسل الموالاة أنه ما يأخر بين غسل عضو وعضو وإنما يغسلها وراء بعض مباشرة طيب أهل العنية يبوني عبرون بموالات يعني شكثر الوقت أن يكون موالي ولا غير موالي قال يعني وقت قصير عرفاً وقت قصير عرفاً فبعضهم عبر عنها باجتهاده قال بحيث قبل أن يجف العضو الذي قبله قبل أن يجف العضو الذي قبله يريد يعني الوقت يعني الآن كم يأخذ أنت لما تتوضه ما نشفت إيدك كم تأخذ وقت حتى تنشف دقيقة طبعاً يختلف من جسم لجسم لكن في الغالب كم يأخذ دقيقتين مثلاً تنشف ريج تماماً كونك ما غسلتها زي؟ تأخذ دقيقتين قالوا إذن ما تقعد دقيقتين بين تغسيل الإيدين ومسح الرأس مثلاً أنت الحموة تغسل الوجه ثم تغسل الإيدين المفقين بعدين تقعد لك دقيقتين دقيقتين يكون شنو؟ نشف العضو نشف العضو بعدين تمسح الرأس تقول لا أنت طولت طولتها واضح إلا لا إذن يا أمرك بإعادة الوضن أنه ما في موالاة ما في موالاة فعبروا بنشفان العضو لكن لو أنا جيت وتوضيت خاصة إنسان حيني يكون مسافر أو أمشي مكان ما يبي يطيح ما يبي الأرض أو لا شيء يتذي مثلاً فيتوضى مثلاً يغسل إيدينا يغسل الوجه يغسل إيدينا وينشفهم مباشرة مثلاً قبل أن يمسح رأسه نشف في إيدينا وبعدين مسعها ما فيها شيء لا يقال هنا أخلب الموالاة لماذا؟ ما رح وقت فلما يقرر أهل العلم بالجفاف لا يقصدون الجفاف اللي هو تنشيف المباشرة ولا يقصدون الوقت فعبروا عنه بجفاف العضو واضح الصورة الشيطة على